اللهي وبركاته مساء الخير على الجميع طبعا عقب ما صبغنا الحاجز خد لايمين نشاف في السبب بس بالجال لا رايح لبس تقليفة هنوريكم ياها بس الموضوع مش تقليفة البعض يقول لها أول مرة سويه وودك الواحد ان يتعلم الأشياء يسويه بيته مش كل شيء يعتمد على الورش أو محلات سووله يعني ما وديه ورشة يبقى لي حداده يبقى لي نجاره يبقى لي تنجيد يبقى لي تهربائي يعني يبقى لي أده في محلاته رفيل ولا أعتقد نسوونه اللي على مزاجي أنا لأنه أنا في شيء في مزاجي أبقى أسويه طبعا واحد حلو انه يشتغل بيته يتعلم الصنعه محمد ليه ما وديه تلباص في ورشة ويضبطونه طبعا كل واحد أقدم كانياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر